السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحلقة الثانية عدنا عنا وشيف عادلة شرهان اللي نتحدث عن الشهادات وعن العلم والطبخ ميع حياة الله هلا هلا والله ماجستير ماجستير شفي ما في شي شين هي الرسالة الماجستير شعننا عن مساند أول شي علم تجانس الإنسان شلون الناس يصيروا الرابع مو رابع شلون واحد يأثر على الثاني حتى الأصوات اللي تسمعها يسمونها إيكو سايكولوجي اللي هو حتى الأصوات اللي تسمعها الألوان اللي تشوفها كل يوم هذي كلها تأثر عليك يعني إذا عندك أحمر كلها أحمر بتصير عصبي أصفر يخليني مينونة أفا أصفر كل شي أصفر تويت بيرد انزيل يعني مثلا اللايلاك اللي هو اللافندر موف يسمونا وغايد يريح تحس هدوء فهالأشياء مثلا عندك بيت قاع سوونا يمك كل يوم طرطر هذي أثر عليك شلون يومك رح يصير شلون تعاملي معاك كصاحبة شلون تعاملي معاك كأب هذا كله يأثر وساعدني بالطبخ يعني أنا قاعد رسه بمخي هاي شهادة حق أبوي لأن أبوي إنسان التعليم عنده مهم جدا أهم شيء وأنا كنت شيطانا كله دواويح ليش؟ لأنه وترى ترى ما يبدو إلا ضد دواويح ضد دواويح هذه أنا أبلاتي كلهم شاهدين والله لا حسابين ولا عقافين عليكم بالجنة زين لأنه كنت مزعجة كل شيء لأنه أمل بسرعة ماكو شيء يحفز ذكائي كنت أمل لروح ألعب قوة ايه صح أو نس على قلقاء يسوي شيء فأنا ما عرف أفهم بمكان في ثلاثين تلميذوا إياي ما في تركيز ما في أوه تعالي طفري هذا طفري هذا قشي من هذا قشي بأي كنت قش ففي بعض الأبلات كانوا ينجحوني بس عشان ما أعيد المادة عندهم عشان ما تقعدوا إياهم بالفصل بالفصل بس بعدين لما رحت الجامعة قمت أبدأ ليش لأنه خلوني على حريتي أفكر في الشيء والاختيار اختيار إيه فبديت أصير مرتبة شرف وبي مو صدق كان ويعني كان ما راضي مو راضي إني أسافر لأني شيطان أقول للا لا 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 رجعت مرتبة شرف بعدين قلت له يا أبي ايش رايك ايش شهادة ايش رايك فما الله أنا بسوي اللي أبي رحت تعلمت بالكوردون بلو اللي هو في لندن كوردون بلو أقول لك أنا بتشوف حنش عوي وني بنكل هالكاليوات يشي لازم نحفظها هذي والله العظيم وعندي مددرس خشمة ليهني فرنسي زين نكلمني بالفرنسي زق احنا بلندن ليش تكلمني فرنسي تعلن فرنسي مننا عفية والله اي اي بس عن طبخ يعني ما تقلني اي لا 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 يعيش أنا الحي امشي امشي اي الحي الأعلى بالشهادات بعد الطبخ يعيش ما خلصنا زين لندن كوردون بلو اللي هيها ثلاثة سنين طبخ اي وبعدها ماسترز ما عدري شنو ماجستير 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 بال كوليناري ارتس مانجمينت اللي هو ايش شلان حين فصرا اه فن ماجستير في فن الطبخ عجيب والإدارة إدارة فن الطبخ شلون شلون بعد حتى نارك عندهم احنا هني احنا هني ماجستير بعد اصلا مو معترفين فيني هني بالشهادات و اش رايكم نزين لأن الحين كل من يبيصير شف كل من كانوا عندنا احنا هني ايش سمو نتوريزم السياحة شركة السياحة ولا هذا وين هي الحين شالوحة من عرجة دين ليش ليش احنا قاعد نتأخر ليش رد على الطبخ انا ما علي ما علي من من شالو المشروعات ايه فقا اقول ايه انا ابي شلون الماجستير في الطبخ انا قريت في اللقاء في في ادارة في ادارة الادارة يعني ادارة المطابق المطاعم مطاعم مطاعم ادارة الاستشارات الفندقية والسندقية هذا كله في ايه 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 شلون اشتقل مثلا بأوتيل بالمطبخ عندك روم سيروس عندك اللي هو طول اليوم عندك الحمام السباحة عندك يعني المطبخ واحد يطلع حق كل هذولا عندك المطاعم الثانية البوفي والمادري شلون تديرها هذي شلون تديرها انا اشتغلت في ساعدني وايد ان اشتغلت في كروزز كروزز انت قاعد تطبخ 24 ساعة بالاطنان الاكل اتيي بكرينات اتيي لانك انت بالبحر عندك كرو 2000 عندك السواح هذا المطاعم الثلاثة المطاعم الثلاثة هذولا الكبار فشوك كلهم 24 ساعة لازم المطبخ موجود عجيب الصبح الليل الساعة ثلاثة الصبح الساعة أربعة الصبح تخيل ترد تنام بتشفن تابوت هذا دارك والله والله نش مغامرة يعني لازم انا شو نتعلم الشي من عرجة لازم هذا شي مو مدروس من قبل بالكويت فما اقدر اكمل وين اهما بدوا انا خليتها سهل عالناس اوو والله زين يعني مو علم والله لا والله الى هلا يداتنا كلهم علمات اصلا يعني محد يدري في الواحد يدرس العلم هذا لان اغلب يمكن الان الشباب التجهوا والشابات التجهوا للموضوع دي في ناس في ناس في ناس فالصو ايه ما علي انستجرام شيف ايه هذا ما خلصنا حنة من هالسالفة يعني مثلا في جيلي انا ما حد كان يفكر اصلا اللي رح يدرس ادارة مطعم صح ولا ادارة ولا ادارة فندق ولا ادارة نشروا اصلا المدارس الا بعدين ايه الا بعدين يعني بالثمانينات اول التسعينات نرجع هذا الحين لل الاسستجرام انت ملاحظة انه نص الكويت قاموا يطبخون ونص الكويت قاموا يأكلون ايه وكل من يعرف كل جي ايه انا عندي شوفوني بالشارع انا عندي رسبي احسن من رسبتش نزيلش تسويليش برافو انا عندي الانسان الاصلي هني فيه ينعدون على الاصابع الحقيقيين منهم مريم النصف منهم فيصل النمش منهم احمد البدر هذولا من صج الناس اللي احترمهم يبتكرون شي مو بس يبتكرون راحوا اشتغلوا تنتفوا وتحترقوا راحوا اشتغلوا عند مطاعم لندن وامريكا هني ايه يفتح مطاعمة شون ما يدري شلون الحين كل كل عشر مطاعم يفتحون ستة يسكرون عقب ستة شر ما ما كنوها وكل من يبيق الحين ابيك تطلب مطعم مو نفس الثاني كلهم داينمايت سوس كلهم واحد ينقل من الثاني قصو لحظة شوي شوي علي انا ترى جاهل طبخيا شنو داينمايت سوس داينمايت سوس يعني سوس داينمايت يعني هو حار حار يعني احار من المعبوط ماكو احلى من المعبوط شفتش لون ماكو احلى من المعبوط هذا الدينامايت بس هذا النا يحبون هذا تصنع يعني ناس يقولوا لي انتي عشرين سنة برة يعني انتي شكين ناقتس قلتهم لا والله انا بيك ماك شنو يعني شكين ناقتس لاني متعلمة لاني اعرف كلمات بالانجليزي شو عمي بدر اذا ما يتحكشون عنك سواء بالزين او بالشين او ما قلدوك معناته ما قاعد سوي شي صح انتي انتي في لقاء من اللقاءات اللي سوتيها قلتي ان الشيف الزين ها الشيف الاصلي اللي يبتدي من غسل الصحون طبعا اكو احسن الشفيات اللي انا عرفهم مثل تتسوية وكل هذولة بدوا يقسلون صحون شوي 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 عشر سنين الريال فتح مطعمه والحين مش نستار من احسن عشر مطاعم تقدر تزورها في العالم زين اشش ما انا يقسل الصحون اذا انا ما اقسل الصحن عدله هذا شنو حرفني اذا احسن ثاني يام لي صحن ما تشم ما تقسل بخل قبل لا تعطي تحط فيه اكل وتعطيل هذا فيه اشياء وايدة انا ياما اروح مطاعم اشوف الشوكة وصخة انا شف مسؤولة عن المطعم اروح ادور اتشوف صحن صحن شوكة شوكة عشان مات والله صحنكم وصخة اذا صحنك وصخ بعناته اكلك اوصخ عجيب عجيب الدكتور ما يصنها يبدي من الجراحة صح يبدي من الصفر صح وكل شي لازم تبدي فيه من الصفر الا اذا هو مثلا حتى الموسيقى تبديها من الصفر كل شي كل شي كل شي شي ما احنا نحب نطيق سايد بريك بالنص احنا احنا المشي هم يبتدي من الصفر مو بسارة كل شي كل شي اذا اذا الحكمة في اللي قلتي انها اللي غسل الصحن يعرف فانديشن الانفاستركشور هذا مالك الارض اللي توقف عليها الحين لازم يشمون الصحن بعد لازم لانا انا اكره شي فيهم ان يترسون المقسلة والبيض وهذا ينطفون فيه بعدين بس ماي انزين البيض لاحن بالماي شلون بنز دين مرين ليه شلون يعني لازم الصحون البيض بروح وصحون ما دليش اله بروح اه اي 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 انا انا ميلونة نظافة لان هذي يعني امانة صح انت الدافع الفلوس وهم الاكل رحت خايص وهم اسممك لا سالفة هذي سالفة فانا ما بي اي شي انا اذا روح مطعم ما بي اي شي غلط يطلع ليش انا اسوي شي غلط عشان يطلع حق الناس ما خلي صح غلط يطلع اه بالله بالسبال انا عندي استغفر الله او اكله اللي سوا اكله هذا عقاب عقاب هذا عقاب انت في شغلة انا ودي حيش اسالفة يمكن بعض بعض اخواننا المشاهدين ما شافوها البعض انت من الاوائل اللي طلع لنا على التلفزيون في هذا الجيل في هذا الجيل المعنى مثلا يا ابو الله فيه موجود خلطي فاطمة حسين عشان الله يطور بتعممه اي 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 شنون يعطتش فكرة اللي تطلعين على التلفزيون تطبخين اي ما بدل بثل ما قلتلك انا احب اروح اكس المجتمع المجتمع يبيضمك كنفورمتي انا 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 مو خروف انا كيفي ابي اطلع بالتلفزيون ابي اراو الناس ان ما يخالف ما فيها شي تطلعون تشتغلون بايدكم تشتغل تطبخ ترا مو شغلة نيسة ولا حرام لان اولا تنبدش مطابخ يلا تشوفهم الحين كلهم بالمطبخ خلنا خلنا الحلقة الهاية نكمل هذه المطابخ عجبتني هذه ولا يهمك هذا ما لازم ايها الاحبة فما الله